المستوى الأول في دورات الترجمة المجموعة الرابعة قواعد اللغة الإنجليزية في الترجمة الهدف التعلمي واحد سنجد في هذا الهدف التعلمي عدة نشاطات وعددة خطوات التعلمية سنبدأ بها واحدة واحدة نبدأ بالخطوة التعلمية الأولى تهدف هذه الخطوة التعلمية إلى الانتباه إلى قاعدة أساسية في الترجمة من العربية الإنجليزية مع مراعاة قواعد اللغة الإنجليزية من خلال أخطاء كثيرا من المتدربين وجدنا أنهم يخطئون في الفاعل والفعل الخطوة التعلمية الأولى تقول لنا أننا عندما نترجم الجملة يجب أن نتأكد بالإنجليزية من وجود الفعل والفاعل وأن لا يكون هناك أي تكرار بينهم القاعدة تقول لنا يعني إذن تأكد من وجود الفاعل تأكد من وجود الفعل تأكد من عدم وجود تكرار بينهما تأكد أيضا من عدم وجود نقص في أي واحد منهما يعني جملة بدون فاعل أو جملة بدون فعل لا يجوز من الأمثلة التي لدينا الآن ونشرحها The boy in the house كثيرا ما تردون هذه الأخطاء بسبب اختلاف اللغة العربية عن الإنجليزية بسبب وجود جملة اسمية في العربية غير موجودة في اللغة الإنجليزية فالولد في البيت نجد من يترجمها بالعربية الإنجليزية The boy in the house بدون الفعل هذا هو الخطأ عدم وجود الفعل الخطأ اسمه عدم وجود الفعل أما الثانية The boy is be in the house فهناك تكرار لوجود الفعل هناك أكثر من فعل بينما المفروض أن يكون هناك فعل واحد فقط Is in the house لا يوجد فعل تردون أحيانا فعلا جملة لا يوجد فيها فعل The boy he is in the house هذه من أكثر الأخطاء الشائعة المشهورة ويجب أن تقول إما He is in the house أو The boy is in the house لكن لا يجوز الاثنين يعني الاثنان معا لا يجوز الحديقة جميلة The garden is beautiful The garden is be beautiful This is beautiful and the garden it is beautiful في هذا التمرين الأربعة الأربعة كلها خطأ لكننا نحتاج لنعرف ما هو الخطأ The garden is beautiful هذه الخطأ التي فيها نسميها missing verb المفروض تكون The garden is beautiful The garden is be beautiful الخطأ هنا repeated verb المفروض تكون The garden is beautiful The is beautiful هنا Subject missing أما الرابعة فهناك تكرار بالفاعل The garden it is beautiful تابع في هذا التمرين إذن حتى تتأكد من المعلومة الأساسية إذا كان مصطباك أعلى من هذا المجال أعلى من هذه الخطوة يمكنك أن تنتقل إلى الخطوة التي تليها لكن من الضرور جدا أن تراجع هذا التمرين كاملا وتحاول أن تحله لتك تأكد من عدم وجود إشكالية لديك هذا هو شرح موسط حول الخطوة الأولى الخطوة التعلمية الأولى في هذا الهدف التعلمي ضمن الموضوع الرابع في المستوى الأول خطوة الأولى الخطوة التعلمية و تركيز الناس ترجمة نانسي قنقر